اهلا وسهلا بكم في المحاضرة التاسعة من دور التعنيم برنامج فوتوشوب المستوى المتقدم في هذه المحاضرة رح نتناول موضوع صور المعاملات طبعا صور المعاملات يوجد فيه الكثير من الخفايا والكواليس اللي تم خلف انشاء هذه الصور ان شاء الله في هذه المحاضرتين محاضرة التاسعة والمحاضرة العاشرة رح نتناول هذا الموضوع ورح نتناوله بشكل مفصل ونشرح كافة تفاصيل وخفايا هذا الموضوع طبعا توجد عدة طرق لانشاء صور المعاملات لانشاء باكتش خاص بصور المعاملات رح نتناول الموضوع الاول طبعا نفتح صورة مثلا هذه الصورة طبعا يفضل انه المصور لما نلتقط صورة شخصية للمعاملة يفضل ان تكون الخلفية الباكراوند بلون واحد لون مفردي اما ابيض او ازرق او اخضر اي لون ولكن يفضل ان يكون مصمت والافضل ان يكون ابيض طبعا بعد ما التقطنا الصورة اكيد رح نشوف اكو ظلال شادو بسبب الاضاءة وبسبب سوء استخدام الكاميرا ممكن يعني رح تظهر الخلفية بشكل متدرج يفضل ان نستقطع ونفرغ الخلفية الخاصة بالصورة طبعا نفتح القفل طبعا توجد طرق عديدة للتفريغ الخلفية ولكن انا افضل افضل اداة واسرع اداة باعتبار ان صورة المعاملة هي صورة بحجم صغير ولا تحتاج الى جودة عالية عند التفريغ فنختار هذه الادات اللي هي الكويك سيلاكشن طبعا نكبر حجم الادات من خلال حرف الدال ونحاول تحديد الخلفية بعد ما حاولنا تحديد الخلفية نضغط على المفتاح دريت بعدها كونترول دي بعد ما حددنا الخلفية نلاحظ انه اكون لون ازرق من الباكراوند يحيط بالوجه ممكن ان نتخلص من هذا اللون من خلال انه نضغط كونترول وكليك على الصورة ومن سيلكت نختار موديفاي بعدها نختار كونتكت نحدد مثلا واحد بيكسل للتجربة اوكي نلاحظ انه اصبح عندنا استقطاع من الصورة بحجم واحد بيكسل نلاحظ انه هذا الحجم صغير ولا يخفي اللون الازرق ممكن ان نعيد العملية نضيف واحد اضافي من خلال سيلكت موديفاي ونختار كونتكت ايضا واحد بيكسل اصبح عندنا اثنين بيكسل تمام اثنين بيكسل ممكن تمام جدا الخطوة التالية من سيلكت نعكس التحديد من خلال انفيرت وديليت تمام جدا بعدها كونترول دي طبعا حجم الصورة حجم صورة المعاملة اللي هي 3 سنتيمتر للعرض و 4 سنتيمتر للارتفاع نفتح حجم اللي هو 3 سنتيمتر في 4 سنتيمتر من فايل نيوم ونحول القياس الى سنتيمتر نحول القياس الى سنتيمتر بعدها رح يكون للعرض 3 سنتيمتر وللارتفاع 4 سنتيمتر والدقة رح تكون 300 سنتيمتر بعدها اوكي طبعا نسحب هذه الصورة ونخليها بالطبقة الجديدة طبعا لاحظ انه الحجم كبير جدا انه ممكن نصغرها نضغط على المفتاح shift و alt ونصغر حجم الصورة حتى تصغر بمستوى نسبة وتناسب بعدها اوكي تمام جدا نلاحظ انه هذه الصورة اصبحت جاهزة طبعا نحدد صورة الشخص مع ال background ونضغط اكليك ايمن ونختار merge layer او control l او control m الخطوة التالية نفتح قياس للصورة مثلا اربع صور او مثلا ثمان صور من خلال file new والقياس رح يكون 12 اي اربع صور للسطر الواحد والارتفاع رح يكون ثمانية اي اربع صور باربع صور رح يكون ثمان صور طبعا نفتح هذه الصورة ونسحبها ونخليها بهالمكان تمام جدا طبعا نضغط alt ونسحب الصورة alt ونسحب alt تمام جدا ممكن انه نحدد الصورة الاولى و control نضغطين على control ونحدد الصورة الثانية والثالثة والرابعة الصورة الرابعة alt ونسحب ونحدد الصور المحددة طبعا اصبح لدينا باكتش كامل لصور هذه طبعا الطريقة الاولى والطريقة البدائية جدا في انشاء صور المعاملات الطريقة الثانية نفتح file new نفتح ملف جديد اللي هو طبعا ايضا 8 صور 12 للعرض في 8 سانتيمتر للارتفاع الدقة 300 طبعا نفتح هذه الصورة ونسحبها ونخليها بهالمكان او ممكن انه نحددها control a و edit copy ونفتح القالب الجديد file edit best طبعا هذه الصورة اخليها بهالمكان بالركن الاعلى واضغط عليها click amen واختار convert to smart object احولها الى عنصر ذكي طبعا هذا العنصر الذكي شرحناه هنا كثيرا في المحاضرات السابق بعد ما حولتها الى عنصر ذكي اسحب استنسخ هذا العنصر الذكي استنسخ الصورة بعد ما حولتها الى العنصر الذكي طبعا ممكن انه احدد هاي الصور الاربعة واستنسخ ها تمام طبعا الفرق انه هنا اصبحت عدنا صور كلها عناصر ذكية طبعا نختار الصورة الاولى اي صورة من هذه الصور مثلا هذه الصورة بالاسفل او ممكن اختار الصورة الاولى اللي هي بالاسفل واضغط عليها double click على الاسم واكتب القالب الرئيسي بعد ما سميتها القالب الرئيسي احدد الصور البقية من خلال control واضغط على بقية الصور واضغط على control g اضغط من الكيبورد control g حتى اودي هن ب group طبعا هذه اللي هي القالب الرئيسي هذه الصورة هي اللي راح اتم عليها عمليات التعديل احفظ هذا الملف file save احفظ مثلا باي مكان اسميه قالب صور معاملات طبعا الشوقت ما اريد اعدل عليه كل ما اريد اشتغل علي صورة المعاملات افتح هذا القالب واضغط double click على القالب الرئيسي اوكي او ممكن الغي هذا الخيار واضيف الصورة الثانية مثلا صورة اخرى ناخد ممكن هذه الصورة طبعا نسحبها ونخليها على القالب في هذا المكان تمام جدا طبعا نحذف الصورة اللي هي بالاسفل الصورة القديمة فقط نسوي save نحفظ على الصورة راح نلاحظ انه جميع صور القالب راح تتغير الى الصورة الرئيسية يعني باختصار انه بعد ما حولنا الصور الى smart object وصورة القالب اي صورة من هذين الصور نغير عليها راح يتم التغيير بآن واحد على بقية الصور هذه الفكرة هذه العملية تسمى موكب طبعا الموكب ان شاء الله بالدورة الاحترافية راح نشرحها بالتفصيل الممل ورح نمطي امثلة عملية جميلة جدا على هذا المحور اللي هو الموكب طبعا ان شاء الله في المحاضرة القادمة الاخيرة اللي هي المحاضرة العاشرة من هذا المستوى راح نتناول موضوعين ايضا خاصين بالصور المعاملات ورح نشرح طريقتين اللي هي طريقة الـ action وطريقة الـ pattern ان شاء الله اشتركوا في القناة